الآن إلى الفقرة الثانية يتجمع المسك في بطن هذا الإبل في كيس بحجم البرتقالة والذكور من إبل المسك هي وحدها مصدر المسك وبعد اصطياد الإبل الذكر يستأصل هذا الكيس ثم يجفف في الشمس أو يغطس في زيت ساخن والمسك الجيد مادة جافة قاتمة اللون الجوانية ملساء مرة المذاق والمركز منه له رائحة غير مستساغة ولكنه إذا خفف طاب وأمتع واستعمل عندئذ في الروائح العطرية المفردات والتراكيب يستأصل أي بمعنى يقتلع من مكانه قاتمة أي شديدة السواد مستساغة أي مستطابة طابة بمعنى زكة ماذا يفعل الصياد بكيس المسك بعد استئصاله؟ يجفف في الشمس أو يغطس في زيت ساخن صف المسك الجيد مادة جافة قاتمة اللون الجوانية ملساء مرة المذاق ما الفرق بين المسك المركز والمسك المخفف؟ المركز منه له رائحة غير مستساغة ولكنه إذا خفف طاب وأمتع واستعمل عندئذ في الروائح العطرية ها هي صورة المسك عندما يستأصل من بطن الإبل الفقرة الثالث